تبدو إدارة الرئيس الأمريكي دورالد ترامب مكبلة بأزمات من كل اتجاه داخليا وخارجيا فأزمة الإغلاق الحكومي تشل منذ عشرين يوما قسما من الإدارة الفيدرالية بينما الشواغر في وزارة أساسية لا تزال على حالها وفي الوقت نفسه تفاقم في قرار الانسحاب من سوريا وما نجم عنه من أزمة مع تركيا ترامب سعى إلى حج تأييد الأمريكيين لخطته القاضية ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لمواجهة ما اعتبره أزمة إنسانية وأمنية لكن الرد جاء قاسيا من خصومه الديمقراطيين إذ اتهمته رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي باحتجاز الأمريكيين رهائن بواسطة الإغلاق الحكومي لفبركة أزمة وإشاعة الخوف بشكل غير مسؤول وصرف الانتباه عن الفوضى التي تعم إدارته وبينما يجد حوالي 800 ألف موظف فدرالي أنفسهم مرغمين إما على لزوم منازلهم أو العمل من دون تقاضي رواتب يقول مراقبون إن المشكلة تكمن برغبة ترامب بتنفيذ وعد انتخابي رغما عن الجميع تحت ذراعي عاملية رغم أن تكلفته قد تصل إلى 24 مليار دولار في ظل هذا الواقع يجد ترامب نفسه أمام خيارات صعبة ففي حال إعلانه حالة الطوارئ فهو مهدد بإجراءة قانونية ضده وشلل في العلاقة مع الكونغرس مع كل ما يترتب على ذلك من إرباك لإدارة صارت مكبلة بالأزمات التي كان آخرها التطور الذي طرى على التحقيقات حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية واتهم بول مانفورت مدير حملة ترامب الانتخابية بالكذب وتزويد جهات روسية ذات صلة بمخابرات موسكو بمعلومات عن سير الحملة وفي الوقت نفسه مازالت الشواغر في وزارات أساسية على حالها بعد موجة الإقالات والاستقالات التي تلاحقت خصوصا في أواخر العام الماضي الأمر الذي أدى إلى مضاعفة الفوضى في صناعة القرار وزاد من المخاوف بشأن عملية التعاطي مع الملفات والاستحقاقات المقبلة ترجمة نانسي قنقر